تقلبي على حلوة سهلة وسريعة اقتصادية بلا بيض بلا زبدة بلا خميرة بلا كثرة القوام لا تلقي حسن من هذه الحلوة سهلة وسريعة هشيشة بزاف كتدفل يدق بالفن لا يمكن احضرها في جميع الاعياد اول خطوة اخذت هنا 4 كيلو ديال لوس حمرته في الفران بعد ان حمرته سوف ندوزه في المتحانه بشكل جيد حتى يصبح لنا كما يبقى لا يصبح تقريبا اللوس ممكن تعوضه بالكاوكاو وسباق اللي تقسمتها معكم بالكاوكاو بعد ان نطحنه اللوس بهذا الشكل سوف نقسم انه هكا في واحد الاناء ونخلي قياسه واحد الكاس هذا الموس هذا غادي نزيد ونطحنه كنزيد ندك اللوس شوية ديال الزيت وكننطحنه حتى يصبح بحل بخاليني هانتو ميا بحل كاسو نص طحنتو بودرة وكاس ديال لوس طحنتو حتى ترجع بخاليني ماشي ضروري دلمي طحنا مطحنات لكمش بدك شكل تقدروا تخليوها غير هكدك مهرمش في قصرية غادي نوضعوا جوج كيسان ديال الزيت مايو عادل 300 ميليليليتر كاس ديال سكر بودرة تقدروا تديرو غير السكر العادي سكر السانيدة العادية تقدروا تديرو بودرة درت كاس كاسكا تدعادلنا 100 جرام وهناي غادي نزيد 1 ربع كاس من سكر حبيبات باش تجيني الحلوه هي هادك لانا السكر بودرة مكيكونش حلو وتقدروا تخلي بغير السكر بودرة بلا متزيدوا السكر حبيبات وتقدروا كدلك توضعوا غير السكر حبيبات بلا السكر بودرة والاخوات اللي بغاوها مسوسة ما تديروش في هاد الحلوه هادي السكر نهائيا كتجيب نينة وكتجيه شيشة وضعت دكاس ونص ديال اللوز اللي مطحون مطحون هكا بقا يعني باين مهرمش وعندي هنا يا معلقة كبيرة او لجوجه معلقة صغورين ديال القرفة اللي مكيبغيش للقرفة تقدروا تستغنوي عليها تعودوها بالفانيليا وضعت دكاس ديال اللوز اللي رجعناه بحلب خاليني صافي وكنخلطو بشكل جيد اذا خدمتو بالكوكو ممكن هكك يعني نفس الشي اللي درت اللوز ديروه للكوكو والاخوات اللي بغاو يديروها بالكوكو وما فيهم ما يطحنو الكوكو خدموها بزبدة الفل السوداني رمتو وفرب كترة في الأسواق داخل المغرب وخارج داك القرعة ديال الفول السوداني او لزبدة الفول السوداني حتى هي كتجيب هاد الحلوه زوينا ديرو هكدك واحد ميتين جرام من نولة ميتين وخمسين شحال مصخاكم الله شتو في الكمية ديال اللوز ولا ديال الكوكو في هاد الحلوه شحال مادرتو مزيان انا الكمية ديال ميتين وخمسين جرام كتجيه هادك يعني كتجي الحلوه ديالنا مكسرا بدك اللوز او لب الكوكو في نفس الوقت بنينا في نفس الوقت مديرنش واحد الكمية كتيرة كنبدا نضيف الدقيق دقيق كنضيفو كنخلط ببيدي الكمية ديال الدقيق سبعة ديال الكوكوس ديال العنبه ملوئين بشكل جيد غادي تشوفوا معي القوام ديال حلوه ديالنا ما فيهاش البيض ما فيهاش الزبدة ما فيهاش الخميرة فقط زيت سكر اللوز الطحين القرفة الاولى او لما بغاش دير القرفي دير الفاني صافي هاده هما المكونات ديال الحلوه ولكن كتجي واعره صافي هنا يا كملت جميع ديال الحلوه هاد القوام ديالها اشتو العجينة ديالي هاد القوام ديالها ماشي خفيفة وماشي قاسحة هي هادك كتكون هاكا قوام ها مكتل سقش في اليد في نفس الوقت ماشي قاسحة سبعة ديال الكيسان ومكونات اللي اعطيتكم سبعة ديال الكيسان نيشان ديال الدقيق اي سبعمائة جرام من بعد غادينا نشكلوا الحلوه دينا نستعنت بالميزان بشي جوني لحبة قد بعضهم اما تقدروا تخدموا عكا كهي عيناكم ميزانكم تجيبوهم قد بعضهم الاخوات اللي كي خدموا ليكم وندهما اللي كي اعتمدوا بالزاف على الميزان فادرت انا فكل واحدة عشرين جرام كتجي هي هادك حتى في الكواغت كتجي هي هادك من بعد إن اللولي بهو الحلوه ديالي بني ديال نجيبوها هكده على شكل بيضاوي و القوم ديال هاد الحلوه يفكئ تشكل بكل سهوله وخما ما في هاش الزبدة مافي هاش البيض راكت تجمع وهدا هو السر ديال الكو كومنين كان تحنهم زيان كي يجمعنا الحلوه ديالنا سافي كنستمر حتى كنشكل حلوة كلها هكا 20 جرام في الحبة كتجي موايا قياس اللي اعطيتكم كيخرج لنا 84 حبة قياس 20 جرام في الوحدة دادرته 15 جرام في الوحدة يعني صغار من هكا ربط بيعت الحال غتحط لكم عدد كتار عمرت الصينيات ديالي الصينيات عندي مفرش فيهم الورق او يكونوا عندكم دهونين ومرشوشين مزيان بالدقيق غندخلهم الفران اللي مشعل من قبل يعني عندهم سخن ومشعل غير من الاسفل طب لي الصينيات الاولى تحمر شي شوية من الاسفل غير 11 ديال دقايق التاحد كنطلعوها الفوق اللي الفوق نهبطوها للتاحد هدي بالنسبة للفران الكهربائي ل180 دراجة اخوت لي عندهم فران ديال القاز حطو الصينيات ديالكم الفوق 11 ديال دقايق الفران كيكونوا مسخن من قبل حتى كتذهب من الاسفل هبطوها للتاحد تحمر على وجهه واحد دقيقة ولا يجوج حلوة ديالنا ما كتخدش وقت طويل في الفران كتطيب بسرعة ومن بعد ما كنخرجوا الحلوة ديالنا من الفران كتجيب هات الشكل هذا وخه مافيهاش الخميرة مافيهاش كثرة القوام كتجي مشاقل لانا كنخدموها مزيان فش ندخلو في هات دقيق كنخدموها باش داك المكونات ينسجمو مزيان معا بعد حتى كتبرد الحلوة ديالنا تبرد تماما لندوزوها في السكر جلاسي اخواتلي غايديروها مصوصة خليوها مصوصة بلا سكر جلاسي رأيت مني داك ديالنا كي جيزوين وكي جي مشاقز عمال مندد ديا لانتحطوها كفط بايصل حليل وفي الحطة وتقدرو تديروها حتى مكورة عادية سوف ندوز الحلوة بسكر سقيل سوف ندوز الحلوة بسكر سقيل وذلك سوف ندوز الحلوة بسكر سقيل فقط ندوز الحلوة في الكويغتات سوف ندوز الحلوة في الكويغتات والى ديره بحالى انا في النهار اللى غن وجدها غن لويها وغن حطها في علبة محكمه لاغلاق وكدبقى اللى فقمه ما تمبغي كنهز منها كابل كوي اغطات السافي كن لوي بهذا الشكل كنطوي واحد الجانب المثلت دياله كنطويه وكن لوي الحلوه وفي الاخر كنشد كنطوي المثلت راس ديال المثلت بهذا الشكل كننضخل المثلت اخر تحت الحلوه وكنطوي وتقدروا كذلك الطيوهة كالمتلة تتبجوج ولكن المتلة اللي كالطيوهة الكبير هو اللي كيغطي الوجهة ديال الحلوة فكيف ملويت وهرا كتجيكم بحل الفانيدة هادي حلوة الفانيدة او الحلوة السنية كتجي يعني معروفة وما كتديموضاش نهائيا وكتبقى هاد الحلوة هادي عندها عشاك واكتار وكل شي كيحبق عليها جربوها باللوس بقلي ودرتها معاكم بالكوكا ولقت اعجاب ديال بزاف ديال الناس وهاد العيد هادا اختاريت نقدمها معاكم باللوس حيث حتى باللوس كتجي بنينة بكمية قليلة ديال اللوس ولكن صدقوني كتجي بنينة مدق ديال اللوس كيجي خفيف المدق ديال كوكا وكيجي طاغي على الحلوة كتر من اللوس كتجي خفيفة بدك المدق ديال اللوس وواحد الهاشاشا واحد ترميلة فيها كتدف في الفم ونتمنى تكون واضحة لكم وتجربوها وشيشة بلخبيرة وشيشة بزاف 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 وفي نفس الوقت تشد في راسها يعني تتحكموا فيها كيف ما بغيتوا انتمنى ان شاء الله تكون واضحة لكم وتجربوها بالصحة والراحة وعواشركم بروكا اشتركوا في القناة